ما بين موت وإصابات متزايدة يخلفها فيروس كورونا باتت مناطق سيطرة النظام تعيش سلسلة جديدة من واقع الحال المترد في سوريا وهذه الحال لم تكن أفضل خلال السنوات الماضية حيث القطاع الصحي الهش والبنية الإدارية الفاسدة في مختلف قطاعات الحكومة من عكس سلبا على السوريين وقدرة القطاع الصحي في مواجهة هذه الأزمة التي أربكت العالم أجمع وفي ظل ما تشهده المناطق الخاضعة للنظام بات عداد الإصابات بكورونا يتزايد يوما بعد يوم حتى صارت الإصابات بالمئات عدا عن الوفيات التي شملت بعض المهن البارزة إذ ارتفع عدد الأطباء والمحامين الذين توفوا إثر إصابتهم بالفيروس إلى أكثر من ثلاثين طبيبا ومحاميا في حين تسجل كل يوم وفيات جديدة بين المواطنين حتى وصلت الأمور إلى درجة السؤال عن حقيقة ما يعتري القطاع الصحي بمشافيه ومراكزه مصادر خاصة لتلفزيون سوريا قالت إن الواقع الصحي في مناطق سيطرة النظام بات أقرب إلى الهاوية وخاصة في محافظة دمشق وريفها في حين يحاول مسؤول وزارة الصحة التبرير وتحميل المسؤولية لما يصفونها بالمؤامرة الكونية إلا أن ما تحدثت عنه وسائل إعلام محلية يظهر عدم اكتراث وزارة صحة النظام بكل ما يجري فالتقرير الذي تحدثت عنه تلك الوسائل يتهم الوزارة بإيقاف إنتاج المتممات الغذائية منذ عامين وجاءت الاتهامات على لسان أصحاب المعامل الذين قالوا إن وزارة الصحة استمرت في هذا القرار التعسفي بالرغم من حاجة جميع المواطنين لها في الوقت الحالي لكونها تساعد في العلاج والوقاية من فيروس كورونا أهالي المرضى تحدثوا أيضا عن معاناة مضاعفة يعانيها المرضى داخل المشافي التي استنفدت قدرتها الاستيعابية خاصة عدم توفر كثير من الأدوية والتحاليل التي يضطرون إلى جلبها للمشفى في حين قال آخرون إن المشكلة ليست فقط بالأدوية والتحاليل ولكن هناك معاناة أخرى تتجلى بقيامهم بتهوية المريض من خلال تأمين المراوح الخاصة حتى لا يختنق بسبب درجات الحرارة المرتفعة في حين يضطر من لا يستطيع دخول المشفى للخضوع للعزل المنزلي وهنا تبدأ معاناة أخرى تتمثل بصعوبة تأمين الدواء عدا عن أسعاره المرتفعة جدا ما دفع كثيرا من السوريين إلى القول إن الحكومة لا تريد أن تكون صادقة معهم حتى في الصراع مع الوباء الذي قرع أبواب الجميع دون استثناء